موسيقى 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 اول الشخص موسيقى 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 نضيف ملعقة 100 ملعقة و نضيف 100 غرام السكر سندة و نضيف سكر فاني و نحرك جيدا و نجعلها تصبح حتى يغلق و حتى يتقل جيدا و نضيف ملعقة 125 غرام السبدة و نضيف بيضاء و نضيف ملعقة و نضيف الخنيشة ملعقة و نضيف السكر فاني و نضيف 80 ملعقة و نضيف الملعقة و نضيف ملعقة و نضيف خالد نضيف 50 غرام الوز بعد ما نحمره بالقشرة و تحنه جيدا نضيف 50 غرام الزنجل بعد ما نحمره واحد شوية و تحنه جيدا نضيف المقادر كاملة و نخلط كل شي جيدا نضيف 8 غرام الخميرة الحلوى نضيف 400 غرام الزنجل بعد ما نضيف خلط كل شي جيدا و نضيف خلط كل شي جيدا و نحن نحن جدا ثم نضيف خلط كل شي جيدا و بعد ما نسنه جمعه مهات جيدا فهر المقادر لتحزم 20 غرام الزنجل و سنقوم بشكل جيدا و يخرج على التفتل في تحن نضيف 400 غرام الزنجل و نضيف خلط كل شي جيدا من المقادر تجري بشكل جيدا ثم نكور العجن بالقياس الغريبية بعد أن نكوره بهذه الشكل ونستمره من نفس الطريقة حتى نكمل كمية العجن بعد أن نكور العجن بالنسبة للمرشم فأنا أخذت هذا المرشم مباشرة نضغط على الحلوة جيدة لتأخذ الشكل المرشم بكل سهولة نضغط على الحلوة جيدة فهنا بالنسبة للمرشم يمكنكم تعوده بأي مرشم إما تستعملوا المرشم الشهداء أو تستعملوا المرشم الفرفارة أو تستعملوا أي مرشم تتوفره له بالنسبة للمرشم و بالنسبة للمرشم كيف ترون معي هذا المرشم من المرشم فأنا استعملت للمرشم الصغر إذا أريد كمية أكثر فأضعف المقادر فكيف تشعر الطيقة سهلة فأنا مقام استمراني من نفس الطريقة حتى نكمل الحلوة جيدة و بعد سليفه مباشرة ندخل حلوة الفرن على درجة الحرارة 180 درجة بعد سليفه مباشرة ندخل الحلوة و من بعد سليفه و هنا بالنسبة للمرشم و هنا بالنسبة للمرشم هنا بالنسبة للمرشم هنا بالنسبة للمرشم فأنا قد أحدث لكم في فيديو خاص طريقة تحضير العسل في المنزل أو كيمكن لكم تستعملوا أي نوع الأسل اللي انتو ما كنت تطفروا عليه فأنا مباشرة ندخل الحلوة و نعملها في الأسل كاملة و نغطسها في الأسل و نجعلها تشرب تقريباً و نجعلها في الأسل حتى تشرب مزيان و نعم بعد ما خلينا الحلوة دي نحتها قد تشرب العسل مزيان فهنا سفينها و قدمناها بتبسل دية تقديم بهذه الشكل هادا بالصراحة تجي شرب العسل و تجي مع الكامل داخل و أيضا تجي هشيشة بسبب واحد المضاق اللي هو مميز كنتمنى أنكم تجربوها إذا بغيتوا ما تعملوش العسل كيمكن لكم بعد ما تخرجوا الحلوة مباشرة بفرر أنه هي مازال سخونة تدهنوا الوجه دياله بشوية ديالنافاج و تقدموها صراحة تجيها الحلوة كيف شفتوا الطريقة دي رفعية سهلة و بسيطة و الأهم منها تشي هادا كامل أنها تجي شيشة و تجي لديدة بزف كنتمنى أنكم تجربوها كنتمنى أن أجبتكم الحلقة دياليومة و إذا أجبتكم الحلقة ما تسلسوا تعمل الإعجاب و أيضا تفرطجوا الفيديو عدينا مع الأصدقاء لكي تعمل فائدة إن شاء الله على الجميع و دبا نخليكم على خير و السلام عليكم موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة